اشتركوا في القناة 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 على الكوليستيرول وتبين هون من خلال احصاءات كتير كبيرة بيشوفوا العالم قد يشرب حليب من خلال الاسئلة اللي بيعطوينيها ومن خلال الفحوصات الدم اللي عطوينيها وتبين الاشخاص اللي اخدوا حليب اللي كانوا عم ياخدوا حليب يعني نسبة اللي كانت عم تاخد حليب اكتر من غيرها حليب زيادة حليب كامل الدسم كان عندهم بم اي اعلى كان عندهم دهن اكتر كانوا شوي انصح من غيرهم ولكن الكوليستيرول كان اوطى فهوني كمان يعني من الدراسة كان عم يبين انه الكالسيوم اللي هم موجود بالحليب عم يخلي المادة اللايبيز اللي هيكون عم تشتغل اللي هي بتخلي انه الجسم يكون عم ينزل الدهن اللي هو مسؤول على الكوليستيرول هيدا اللي كان عم يشتغل زيادة وقتا الاشخاص كنوا عم تناولوا حليب فمشان هيك هوني شرب الحليب قدى انه ينخفل الكوليستيرول ولكن برجع بذكر انه هيدا كله ضمن ريجيم صحي يعني مش انا بجي وبقضي عم بشرب حليب اما بشرب حليب بكامل الدسم وبيكل اشياء مقالية او زيادة الدهنيات من غير مصادر يعني مصبوط فهون كمان الاشخاص اللي انا وقتا يسألوني اما بيكونوا مصررين انه بدون ياخدوا الجبن كامل الدسم اما حليب كامل الدسم هني ومعهم مشكلة الكوليستيرول ليش انا بسمحلون هاي من احدى الدراسات وشويفة سرت لنا لي هلأ دايما تينا جينيا في اشخاص بيختلفوا عن اشخاص تانيين فعندك اشخاص معينين جينيا بيقدر يشتغل اكتر اللايبايز عندهم وقتا هنا يتناولوا هالحليب وبيكونوا عم يوطوا الكوليستيرول اكتر فهون الواحد بدون ينتبه لكن عن المصادر الدهوني اللي عم يتناولى مش انه اذا نقطع الحليب نقطعه كليا وفي اشخاص يمكن بيقطعوا الحليب وان اشتاقته وفي دهون علي بنظام غذائي طبعا يكونوا عم يخبصوا بخبرية تاني بيكونوا يمكن سمعين خبرية عن الحليب اما هيك انا اليوم بحكي بحكي دايما ابحاث عم تصير نحنا كل مرة ابحاث بكون جديدة ابحاث اكتر واكتر بتفرجينا كيف نحنا كشخص كل شخص كمان مختلف عن التاني لكن نحنا وقتا نعرف بالابحاث فينا نكون عم نقول انه اوكي هدا الريسيرج البحث بيين هالشي خليني انا كون ماشي معه بطريقة مصبوطة ووسائلتها بنشوف هوني شو بتكون النتيجة هلو لكن اليوم عم نحكي عن المصران الخليز شو هي هال هالعارض فينا نقول لكن هوني عم نحكي عال السوريتيف كولايتس هلأ بنسمع كتير نحنا ب كرونز ديزيز وقتا بديت شوي فرق حتى اجرى احكي على نتنينيتهم بنفس المنطقة تقريبا يمكن هيدا اللغة لك سو وقتا يكون هلنا الكرونز هو التهاب بالمصران ولكن الالتهاب بالمصران اللي هو كال المصران يبلش من اجهاز الهضمي كله مش المصران من المعدة حتى كله كله في يوصى للمعدة يعني ايه مية والمية سو كله سوا هيدا من مال بالكرونز اجمينا ما بين عمل عمليات والفلير يوم ما رح نحكي عنه بالالصيراتف كولايتس لكن هو تقرح تقرح بالكولوم والمخرج فإذا المصران الغليز والمخرج مش بيكون بالطبعة الفؤانية فإذا هيدا بتكون محددة هلأ بالالصيراتف كولايتس هلأت بيكون في تقرحات أوقات الأشخاص رح يشوفوا دم عم يخرجوا دم هوني وهوني بخافوا يكون في شيء له علاقة بكانسر الكولون لكن الفحصات والكولونوسكوبي بتقدر تبيننا شو صاير ولأنه عم ينزل هوني كمان دم معقول كتير الأشخاص ينقصهم حديد فإذا هون كمان بيكون في نقص حديد وكمان هوني يمكن نضطر أنه الطبيب يضطر أنه يعمل عمليات آسف بنعمل عمليات بنعمل عمليات بيشيل بارتس معين بيكون ملتهي بها الأدى المصران فهوني شوي حبي تفرق بين هايدي الشغلة والكرونس ديزيز هلأ وقتها يصير لنا أنت كنت عم تقولي عارض أنه فينا نتجنب هالأشي أوكي فإذا هو مرض فيه مرض أي فإذا ديزيز هايدي شغلة هلأ نتجنبه رح أقول لا لأنه نحنا ما قلنا خصة أنه هو صار يعني مش أنه أنا أكلت هالأكلة صار معي هي طبعا الالتهبات بالجسم الالتهبات كان عندي نقطة ضعفة بهيدا المحل وصار عندي هالفلير أكيد شي كتير منه في عام الوراثة في عام الوراثة على الأكيد فإذا هوني بس اللي قلتيه أنت العارض مظبوط وقتها يكون عندنا الفلير فإذا فجأة أنا الكريزة صار عندي أوجع بطن كتير صار عندي عم بستفرغ عم نشوف دم بالمخرق وقتها نفت على التويلت كل هالأشياء فإذا هوني بدنا نروح عن الطبيب ونعرف ساعتها إذا معنا هيدا الحالة هلأ نحنا أكلنا بهيدا الفلير بدو يكون أكل مخصص لأرجاع على أكلاتي وهيدا الأكل شو؟ أول شي كل شي بيعامل تريجر وكل شي بيعامل التهيرت يكون عم بعيد عنه هلأ التريجر هوني أكيد أكيد ببلش بالكحول والكافيين فنحنا بنوقف الكحول والكافيين هوني ما عادت قدش بنحكي عن القهوة المليحة بهالحالة القهوة مش منيحة وبس بهالمرحلة فينا نقول؟ مزبوط لأنه وقت يكونوا مرتاحين فينا نرجع بعض الأكلات ولكن بدنا ننتبه هوني هلأ الشغلة الثانية هون بدنا نعطي شي بنقوله اللي هو الدايت اللي بيحتوي قليل الأليف فإذا صارت الأليف اللي هي نحنا دايما بنقول إنها بتجنم بتوطي كوليستيرول بتوطي السكر كتير منيحة بتبعد الكانسر المسرع بتخلينا نفوت على التواليات طريقة منتظمة ولكن هوني هي كمان صارت عم بتدايق نعم فإذا بنرجع بنحكي إنه بدنا نعطي لو ريزيديو دايت طيب شو هو هالدايت اللي هو قليل الأليف الأول شغلة اللي بدي أحكي عنها هي الأليف اللي هي موجودة بالبقليات فإذا نحنا أكتر يعني العالم دغري بتقولي رندا وقفت رح أعطي مسأل بسيط يعني لبسط الأمور خبز الأصمت أو خس أخس إيه يعني بيتطلعوا بالخضرة لنية إنه الخسة وبذكرها وهي مش أول مرة بقولي علىها وإنه يمكن أنا كباية من الخس بتعطيني جرام واحد من الأليف بينما عندي الأليف اللي هي بطريقة كتير عالية هني البقليات خلصها وقتنا ناكلهم مع القشر فبهل وقت أنا مجبورة وقفهم أو مجبور وقفهم فكل شي فول فصول يا حمص عدس بدي وقفوا طب هولي غير الأليف هول عم يعطونا البروتين أكيد فإذا أنا بدي أخد مصدر تاني من البروتين وأنا ما عندي مشكلة نكون عم ناخد البيض السمك اللحمة الجيج الأكيد فينا نكون عم ناخدهم فهوني غزائيا خصوصا أنه عم نخاف ما يكون سار معنا فقر الدم نحنا بحاجة فبنا نكون عم ناخدهم هلأ ما فيكون عم بيأخدهم مقليين لأنه كل شي مقلي وإكتار الذهنيات كمان منوا منيحوني أوكي فأكيد بيكونوا مطبخين أو بدوا يكونوا مشويين أو بقلب طبخة هلأ برجع على نحكي على الأليف اللي هي موجودة بالخضرة أكتر شي الأليف الموجودة بالخضرة هي موجودة بالقشرة إذن هون أنا إذا الشي اللي بقدر اتحاشى القشرة عنه فيه أكله كفويكة يعني هون عم بيحكي أكتر فويك وخضرة خضرة بيحعطيكي مصر لأنه كمان فكرت بالفويكة بس خضرة مثلا الخيارة أوكي أنا نكون عم نقشرة حتى إذا البنادورة قشرناها وشلنا هالبزر منها بزر منخفف كمان فيها تكون عم بتخفف هلأ برجع بقول أنه أكيد فيه أكل خضرة الورائية بنرجع بنحكي لي خس نعنع بقلة أتسترا هالبق ولكن بيقات دال إذا أنا عم قول فنجين من الخضرة الورائية ممكن عطاني بين جرام جرامين أليف ولكن إذا أنا أكلت عشر فنجين نعم إذا أخدت أليف كتير فإذا هون بيهيدول الخضرة فيها أكلهم ولكن بيقات دال طبعا فيها أكل البطاطا هون لأرجع أحكي على الأشياء اللي هيكي بتهدي هالتقرحات البطاطا كتير منيحة في الناس بيأكلوها بقشر طيب أقول لهم لا ما بنا نأكلها بالقشر وعند الخضرة اللي هي بتنطبخ مثلا فينا نأخذ الأسبارغس الهليون وكون طبخنا أكيد منه مشكل في عندي كمان اللقطين اللي هي فينا نأخذها مع أنه فيها أليف اللقطين مصبوط ولكن الأليف اللي موجودين هوني تينا غير نوعية أو أقل كمان هوني والنتيجة إحنا بدنا نأكل وبنا نفوت قلنا شويات بأكلنا وبنا نفوت الفيتامين سي فما في أنا أقول وغيرها امتنع كليا امتنع كليا فبنشوف وين فينا ووين لقا برجع بحكي على الخضرة المطبوخة بأول فترة جمعة جمعتين من هال الوجع أنا بفضل حتى مطبوخة ما ناكلها بس ولكن بعدين فينا نبلش تدريجيا ولكن كيف ناكلها مثلا راح أعطي مسأل ملوخية أو ملوخية سلق ايه ليش عام بعطي ملوخية المسأل لأقول أنا بنا نحط الرز ايه فإذا نصحني بدي يكون مألف من الرز وبعدين ملوخية مش ملوخية وشوية الرز موني فهون نزبع الكميات ايه فهون عندي صحن الرز وعندي هالفنجين اللي بيتضمع الملوخية يزوم وأكيد أنا فيي اللي بيتضمع التجيج حتى تكون البروتين وتشباني برجع هون على بأنه حكينا على الرز وأنت كمان ذكرت الحبوب نعم المحل كاملة اكزاكلي فهون الأليف اللي هي بالحبة الكاملة كمان هيدي رح تكون عم تأزي بهالوقت فهون أنا بدي يكون عم بيأخذ الرز الأبيض بدي يكون عم بيأخذ اكزاكلي بدي يكون عم بيأخذ بدي يكون عم بيأخذ المعكرونة ويعني اللي بيفاجئ بهالضايت كله أنه بقدر أخذ شوفين بيبين بالأبحاث أنه شوفين مع أنه هو بيحتوي أليف أليف كتيرة ولكن ما بيضيق بهذه الحالة بس نرجع على شو على الكمية لأنه كمان بحب تذكر المشاهدين أنه أنتو الشوفين كل ثلاث ملايق كبار هي حصة يعني بالشخص اللي بيقولي أنا تروقت شوفين كبية شبعت للظهر هون بيكون أخذ كبية وهو بيكون أخذ تقريبا يمكن عندنا بالقليل تسع ملايق أنا بدي أحددها مصبوط يعني تطلع عشي تسع ملايق تعرفي الشوفين تتحطيره الحليب أو whatever حليب السوية حليب العادي أو كمخنين باللبن أو مايسو هو رح يمفص وصير صحن كبير فإذا هون كمان مثل ما أنه هو البالنس بكل شيء بيدل في تينا سوى البرغو البرا؟ البرغو الأكيد برا برغو الأكيد برا مشان هيك مثلا ما في ما في كمان الفلسف بالأكل بأول فترة لحمة لحمة ما بلي عمل كبة يعني خلالها تكون تكون بسيطين كيف عم نخرط الأكل لأنه تينا كمان كترة والبهارات رح تكون عم دق في أرحة هون بالمصران سوى البهارات الكتير رح تكون عم تضيق المصران وهذا مش وقت نقول بدي شيل التهبة بلش بالجنجر والأخبار كلها اللي هي بدي أشربها ما هون بكون عم ديق أكتر هلأ بدي كون عم ببتعد عن كتير أكل ولكن دايما بقولها إنه ما بدي أوصل بمرحلة ما كون عم بتغزة مظبوط أكيد فإذا أنا هون مش إن هيك بننتبه مش إن هيك زيارة أخصائي التغذية بتساعد يعني أنا هلأ قد ما بقولكم فسرت كتير مثل عادي بقدرني فسر كتير بس ما لي ولكن هيدا الشخص اللي فرضا لا بيأكل بطاطا ولا بيأكل لقطين تما بدنا نجي أنا ويجي نقعد نحكي على بديل لهذا الشي أو هيدا وشي بيحبه كمان بمارس الوقت يعني البديل اللي هو قادر بيحبه اللي هو قادر يتحمله بعدين منرجع عم نحكي إنه عنديك أشخاص لسبب أو لآخر في عندهم أكل ما بيتحملوا يعني فجأة بيجي بقول لي لحمة الحمرة مدري شو عم تعامل فيه أوكي بدنا نشتغل إنه ساعتها نكون عمزي مع إنه بالدراسات هي ما بتكون عم تضايق بهالحالة لما تقولي إنه بنبتعد عن الأليف فهون العصائر بتشجعوا استهلاك العصير مصبوط فنحنا هون الفويكة ما سكرناها فمن الفويكة أول شي بنبتعد عنه المجفف لإرجاع العصير ثم ما بدنا الفويكة مجففة وقتنا ناخد فويكة أكيد تكون عم تتأشر هلأ بنرجع بنقول فيه مراحل مثلا بناخد الموزة لنقول عظيمة منيحة مع إنه برجع بذكرت هنا فيها شوية أليف ما بد يكون موقفة كلية اكساكلي ولكن أخدنا مثلاً اثنين فويكة بنهار رجعنا ذكرنا إنه إذا عندنا نجاصة بيكون مقاشرينة حتى إذا مقاشرينة وحطينا بالمايكرويف أما حطينا شوية ماي وغالينا هالشي بيكون أريح بيكون أريح للهضم فبرجع بحكي على العصائر أكيد فينا نكون عم نعصر لأنه العصير بيكون شيل كل الأليف هلأ بدي هون يمكن المشاهدين يسألوني إنه تبع هون عم نحكي كتير بالحقيقة إذا أخذنا باعتدال أكيد ما رح يضايق هالشي وإحنا فينا نكون عم نشربها أحي أهيا هون للمصران من إنه نكون عم ناكلها بس نتذكر الكبية المعتدلة من العصير هي من قد بدي أحسبها قطعتين فواكية حستين فواكية وإذا إحنا من ناكل حستين فواكية بيكون أخذنا هون من خلال العصير حلو يعني بالجميل رندا الواحد حتى لو عم يتعالج لهيدا المرض الواحد ينتبه على الأكل بيساعد أكيد الأكل هو يعني الزيمة خبار المصران الأكل الزيمة فيها يعني خبرية المصران والمعدة والريفلاكس وهيدا اختصاصنا هو بدراساتنا من خلال الأكل من كيف من خلال الأكل هلأ هون لفتيني نظري لأقول لأشخاص لأنه بيبعتولي من الأسئلة بيبعتولي إياها على الفيسبوك على الإنستغرام أنه بيقولولي اسم مرض معين اللي هو شيء له علاقة أوتو إيميون طيب في أمراض أوتو إيميون هل في علاج غزائي لا إلا هون العلاج الغزائي هو أنه نأكل الأكل صحي نعم ونبتعد عن الأكل اللي بيعمل التهبات اللي صرنا نعرفه بالإجمال ومن خبرة كمانا يعني الواحد يعني كل واحد جسمه بفروق عن التاني جسمه بفروق عن التاني وبرجع هيك على سبيل النكتة أنه فيوني يكونوا عم يتبعوا أكل أنا بأكل أنا بقولون إيه وبكون قايلتهم ما تدخنوا بيجعان سينا نقولك أنه هالأكل لخن سو بدنا نبلش من الأساس نحنا هون ففي عنا الإشياء اللي هي أوتو إيميون ما كتير الأكل بيلعب دول إلا إذا عم قلقوا كيف تأكلوا الأكل الصحي دايما بنا نأكله ولكن كل شيء إلوا علاقة بمثل ما قلنا جهاز الهضم أكيد أكيد تانكيو راندا ضوينا على الموضوع رح نأخذ بريك مشاهدينا وهم كاملين سوا اشتركوا في القناة